إجمالي الأفراد المهجرين بسبب ما يسمى بعملية الكرامة أربعة عشر وثلاثمائة ألف عدد الأسر المهجرة ثلاثة وثلاثون ألف أسرة بحسب الهيئة الليبية للإغاثة عدد النازحين لمناطق ما يسمى بالكرامة تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وستون أسرة يقيمون في منازل مؤجرة ومدارس أشبه بالمخيمات داخل بنغازي وضوحيها المهجرون قصراً بقوة السلاح ثلاثة عشر ألف أسرة اتجهوا لغرب البلاد حسب المجلس البلدي المنتخب عام 2014 والمهجر بعض أعضائه أيضاً لغرب البلاد وأغلب هؤلاء تم الاستلاء على بيوتهم وممتلكاتهم من قبل الميليشيات التابعة لحفتر هذا غير تلك الأسر التي لم تدخل سجلات المجلس البلدي تتوزع الأسر المهجرة قصراً على مدن غرب البلاد كالتالي طرابلس أربعة آلاف وثمانمائة وتسعون أسرة مصراتا ألفان وسبعمائة وتسع أسر زليطن ستمائة وست وثلاثون أسرة الخمس مئتان واثنان وخمسون أسرة العمامرة اثنان وثلاثون أسرة ترهونة وبنيوليد مئة وخمسون أسرة امسلاتا مئة وأربع وأربعون أسرة الجربولي ست وخمسون أسرة جالو ثلاثمائة وثلاث أسر ما يقارب ثمانية آلاف من أفراد هذه الأسر يعانون من أمراض مزمنة على النحو التالي خمسة آلاف وأربعمائة وسبع وأربعون يعانون من مرض السكري الفان ومئتان واثنان وتسعون يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم ثمانية وخمسون يعانون من أمراض الكلا سبعة وخمسون يعانون من أمراض الكبد ثلاثة وخمسون يعانون من مرض القلب ستة وأربعون يعانون من مرض نقص النمو ثمانية وثلاثون يعانون من مرض التوحد وثلاثون فردا يعانون من مرض الورم شكرا